أصدرت حكومة الإمارات مرسوما بقانون اتحادي يقضي بمعاملة مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين معاملة مواطني الدولة في ممارسة الأنشطة الاقتصادية والمهن واستثنى المرسوم من ذلك الأنشطة الاقتصادية والمهن التي يصدر بها قرارا من المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية أو يصدر قرار من مجلس الوزراء باستثنائها أو ووابط واشتراطات خاصة لممارستها